فبالتالي حضرتك مطالب بالتطوير مطالب باننا نشوف مستوى افضل للحكام في الموسم القادم لكن من فضلك الكلمة بتاعت الاندية دي غريبة جدا اتمنى ان حد يطلع يفسرها لنا قد تكون الترجمة غير صحيحة مثلا انا ما شفتش المقطع يعني ولكن قد تكون الترجمة غير صحيحة مثلا هو لانه بريرة له الحق المطلق الحقيقة في العمل بحرية في لجنة الحكام ولكن يورينا التطوير والمستوى الافضل للحكام في الموسم اللي جاي لانه بالشكل او بالكلام اللي انا شفته مبارح مع كابتن سيف زهر لا الراجل ده هيعمل حاجة كويسة وجهة نظري ممكن تطلع غلط بالمناسبة لكن اللي بيعمله واللي قاله الراجل ده كلام كويس اللي قاله مبارح بس لو سمحت بستر بريرة لو فيه اي نادي في مصر من الاندية الدوري لقسم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس لو فيه لو فيه اي نادي من هذه الاندية تدخل في عملك يا فندم يا ريت تطلع تقول لنا حضرتك ما ينفعش ترمي كلامه خلاص وبعدين احنا صبرين بقى لأربع سهور حضرتك بتتابع ويعني شايف لجنة الحكام ومشاكلها واقطع الحكام واللي الحكام عملوا وحضرتك او انت يعني بنفسك اللي قلت بسلطة عايزين نشوف الشغل عايزين نشوف التطوير في الموسم اللي جاي يا عم اسلام انتو الاهلي واخد الدوري اه حبيبي واخد الدوري ولكن الاهلي دائما مش مسمى لا ينظر تحت رجله الاهلي ما بينظرش تحت رجله لا الاهلي دائما بينظر لتطوير التحكيم شخاطر مصر ومصر اللي بتضم النادي الاهلي وبقية الاندية فاتمنى الكلام اللي قاله بريرا مبارح كلام محترم جدا معظمه او كله فيما عادة النقطة بتاعة الاندية اللي بتتدخل في لجنة الحكام دي كان نفسي كان نفسي يعلن النادي ده هو معروف بالمناسب فكان نفسي يعلن هذا النادي يقول ان النادي ده داخل تدخل في عملي لكن ما قالش اتمنى انه يطلع يقول لنا بداية مبشرة بكلام بريرا مبارح مع كابتن سيف زاهر اتمنى ان تكون هذه البداية مش كلام فقط ولكن نتمنى تطبيق الامور عمليا خلال الموسم القادم لان الموسم القادم صعب جدا جدا جدا